اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري والعقيد أحمد عاد المجاهد من القيادة الاستراتيجية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تنول متابعة جهود تعزيز وتطوير التصنيع العسكرية هذا وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود دعم قطاع تطوير التصنيع العسكري والدفاعي على المستوى الوطني ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار بما يساعد على تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات والخبرات المتراكمة التي تمتلكها مصر في هذا الصدد من جهته عرض الفريق أحمد خالد خلال الاجتماع خطط تطوير التصنيع والإنتاج العسكري بما في ذلك تبدل الخبرات مع الجهات الدولية العريقة في هذا المجال وكذل استعانة بالتكنولوجيا العالمية في التصنيع